أكيد برضو استكمالاً لكلامنا هودة أكيد كل التحية يعني شكرنا موصول وامتناننا موصول لحبيبنا وإخواتنا في المغرب اللي تحياء لم يتهونوا ولو للحظة واحدة عن دعم وتشجيع النادي الأهلي ده العادي وده المتوقع والمحبة متبادلة من قديم الأزل كمان في يعني طالما زكرنا مقال محبة المتبادلة عايزين طبعاً نأكد بنقول مرة تانية مليون مبروك للنادي الهلال السعودي اللي بكده بيكون ضمن تحقيق ميدالية في منافسات كأس العالم للأندية 2022 بعدما تأهل رسمياً إلى المباراة النهائية بعدما فاز إمبارح بنتيجة 3-2 على حساب فلمانجو البرازيلي على ملعب طنجا تأهل الهلال إلى نهاي كأس العالم للأندية بيضمن له الحصول على إحدى الميداليتين إما الفضية أو الذهبية وكده فنادي الهلال هو حالياً في انتظار مواجهة أحد الطرفين أو أحد الفريقين إما الأهلي إن شاء الله رب العالمين أو ريال مدريد تخيل تخيل يا كريم يبقى الأهلي والهلال أنت متخيل أنه حيبقى فيه تاريخ بجد بيتكتب يعني دي حاجة يا جماعة تبقى غير مسبوقة نتمنى بجد أن ده يحصل ومش بعيدة ومش في بطولة إقليمية ده كاس العالم للأندية يعني لو دي المباراة النهائية بين الطرفين دول يا سلام على سعادة الشرق الأوسط كله ومصفة خاصة طبعاً منطقة الخليج العربي طبعاً بكده الهلال هو أول نادي في تاريخ المملكة العربية السعودية بينجح في أنه يحصد ميدالية في كاس العالم قبل كده فيه أربع أندية عربية حصدت إجمالي ست ميداليات فيه نسخ سابقة من كاس العالم للأندية في الفترة من 2006 إلى 2021 الأهلي طبعاً عنده ثلاث ميداليات برونزية في نسخ 2006 و2020 و2021 السد القطري برونزية في مونديال 2011 والرجاء المغربي فضية 2013 وأخيراً العين الإماراتي فضية في 2018 إن شاء الله النادي الأهلي النهاردة يزود رصيده بصعوده ومتغلبه على رئي المدريد إن شاء الله كلام محترم جداً